موسيقى نحن الآن متوجدين في شاطئ السعادة نتابع لمقاطعة عين سبعة في بداية كل الصيف تتقوم بشركة الدربة بوضع برنامج خاص موسمي تتخص غير فيماد الصيف هذا موازن مع البرامج العادية الاعتيادي اليومية البرامج يستهدف المناطق الساحلية يعني محر النحل السعادة لا كورنيش عين تقريباً واحد عشرة كيلومتا دير ريمال يومياً بهاد دراجة ربعية الدفع من أجل انجاح هذا البرنامج وفراد شركة الدربة البيئة جميع العتد اللازين بحل وفراد شركة الدربة هناك آلات الدخل يدوية وآلات الدخل الكهربائية بالإضافة لهذا الدراجة الربعية الدفع التي قتلت هذه الشركة الدربة هذه السنة هذه الدراجة الربعية الدفع تتخص في المناطق الصعبة يعني تتعالج المناطق بحل الريمال بحل المناطق الضيقة الأحياء التي كانت مضيقة ومتد الولوجة التي كانت صعبة ما هي العملية بالدرسة؟ كيف تردح الربع؟ الهدف من هذا البرنامج هو محاربة من تكاتل الحشرات والخوارض في هذه المناطق الساحلية بسبب العين السبع على البحار جميع الشواطئ التي تبع على الدار البيضاء من المدى مشويل حتى الشاطئ نحن يعني لا تتتصر على مقاطعة عين السبع هذا البرنامج يخص جميع جميع المقاطعات جميع المقاطعات يعني 16 مقاطعات كلها تستفيد من هذا البرنامج بالأخص للمناطق الساحلية المقاطعات كيف تدوم هذه العملية؟ ابتداء من فاتح يونيو إلى غاية ما تمشار شو سنبيل إن شاء الله تتقو حاضرين هنا في؟ يوميا تقربين يوميا يتنقوموا بمعالجة هذا الريمال ومشي غير الشواطئ كين سلمة الرافقة العمومية كين مساحات خضراء مساحات فارغة كين تلأ اسوقنا مجيزة تكون قرب يعني تقريبا نحسنوا بقين 11 كيلومتر دير ريمال اللي ستعلج يوميا بالنسبة للمورد البشرية فشركة بربيضة تتوفر على أطر ومواطن أكفاء في جميع تخصوصات الموكل لها جميع المواطنين والمواطنين اليوم تحاولون أن نصهروا على حماية وراحة المواطن البيضاء اشتركوا في القناة